الأرقام دي على فكرة مهمة جداً المعنيين يعني والناس اللي بتفكر في أنه إزاي أنت تستفيد من أنت تتكلم على عنديها كبيرة جداً وتتكلم على أرقام كبيرة جداً بالـ 15 وبالـ 20 لعيب معارين فايدة على كل مستويات أنك أنت تقدر تكتشف مواهب تفيدك فنياً فيما هو قادم يعني في المستقبل وتقدر تطلعها برا تكتسب خبرات وتقدر تبحها وتكسب من وراها فلوس وتشتري نجوم تانية وتقدر أنك توظفها وتستخدمها في فريقك والقصة دي الحقيقة ملف مهمة جداً مفترض يعني كل أندية تفكر فيه على كل أحوال خلينا في موضوعنا عندنا مباراة مهمة جداً يوم الجمعة إن شاء الله لا تقل أهمية بالمناسبة عن مطش الترجي ذهاباً وعوداً ليه بقول كده؟ لأن عشان أشرح وجهة نظري أكتر محتاج أرجع معاكم لمباراة الرجاء مباراة الرجاء ما كانش مكسبها بس فكرة أنك أنت تواصل مشوارك في دوري الأبطال أنك أنت تخطر رجاء وتوصل مكسبها كمان استعادة التوازن والثقة وده كان مهم جداً في التوقيت ده وانت رايح على مطشات أصعب ومطشات بطولات وخصوصاً مع حالة الهاري اللي كانت حصلة هنا في فترة دور المجموعات والخبراء اللي صدعونا فكرة أنه الأهلي مش هيكمل المشوار خلينا ناخد رأي نجملنا النهاردة نجمل كبير كابتن عمر حديدي بيشرفنا في أسدسة آخر لقاء اللي هي معاه كان في رمضان في وقت الزوبعة دي الزوبعة اللي هي زوبعة في فنجان يعني وقال لي الأهلي هيكسب وهنكمل وبإذن الله هناخد البطولة مسأخير يا كابتن عمر السلام عليكم ورحمة ربنا خليه كل سنة أنت طيب تبقى للصحة والسلام مبروك أولاً طبعاً الموقع بتاعت الرجاء للأهلي فيها استعاد جزء كبير من مستوى استعاد شخصيته مرة تانية وأعتقد أنه أبهر وأقنع الجميع بما فيهم طبعاً لبرة مصر يعني أنا بهمني جداً أسمع أرد أفعال برة مصر أنه الأهلي قادر على حسم اللقب وأنه مرشح لأول لقب دوري الأبطال أما الحواليك يتكلموا عنك الخارجيين بأسلوب أنك أنت مش هتكمل من ساعة مبارات الهلال أنت مش بتسمع الراجل في كل مؤتمر صاحب بيقولك أنا ما سمعتش ما تكلمش عن الأديم كلمني عن مكسابي النهاردة وما بتكلمني عن الأديم أنت بمصمم منك تكلمني عن سان داونز سان داونز خطوة مش هتكرر تاني أن أنا بتعلم من أخطائي فأنا وارد أن أنا أعرف أدير الموضوع بأسلوب مختلف الراجل على مستوى المباراة اللي هنا اشتغل بمرحلتين مرحلة أن أنا عمر مرموية ما يستعب الهدف وفي نفس الوقت أحافظ على إمكانيات لعيبتي واضغط بأسلوب معين وبأشتغل على ثلاث محاور وثلاث مراحل على مستوى التسعين ديئة اشتغل في جزء أول اشتغل في جزء تاني واشتغل في جزء هجومي إيجابي مع تأفيل الصغرات اللي كانت موجودة قبل كده في العادة الندلاء الناس كلها قلت لك إيه دا اتنين صعبة قوي والناس مشت في نبض الشارع والسوشال ميديا الاهلي هيبقى عنده صعب جدا ما يروح الرجاء وهيبقى الموضوع صعب في ملعب مركب الخامس الموضوع صعب جدا اللي يزبط لك أن الراجل دا عنده سباة انفعالي ما بيفكرش بالأسلوب اللي بيفكر بيه منذر لك باير كان بيقولك إيه ما الاهلي خسر اللي غششه غلط خسر مصري غششه غلط حتى اللي غششه غششه غلط وقت غريبة جدا حقيق ما غششه غلط اتنين ما فكرت أنك بتقول مش صعب علي أنه نلعب النادي الاهلي واكسب ما الاهلي قبل كده خسر في مباراة زي سانداونز خلال شهر مارس أنت برضو غشيت غلط غشيت من القديم ما تعرفش أن الراجل بيطور من نفسه من يوم بعد يوم الراجل لما اشتغل أنت وانت في مصر كنت إيجابة أكتر من أنت كنت في تونس معلش أقف معك في الحتة دي يا كابتر عام لشان فيه ناس كتير هاي بتقع في الفخ ده ومنهم للأسف محللين كبار يعني محللين مفترض أنه ليهم باع طويل أو شط طويل سيفي محترم يعني في مجال التحليل والظهور في استوديوهات تحليلية وفيه ناس كتير جدا بتنسى قصة الرابط الرابط أنه مستوى فريق في مرحلة معينة من الموسم ممكن يبقى ومتأثر بمرحلة قبلها وده اللي حصل مع الأهلي في مرحلة دور المجموعات بعد عودته من كاس العالم فيه ناس كتير قوي ما ربطتش من حالة الإجهاد وإنك أنت تاخد أربع مطشوات من العالم التقيل في بطولة زي بطول كاس العالم وكان فيها صفر كتير جدا وترجع منها للهلال في السودان وترجع بعكها الأسوان وبعكها ترجع لجنوب أفريقيا وإصداره حكم على أنه مارسل كولر لن ينجح في أفريقيا ومارسل كولر مش المدرب يعني يلغ بالنازل الأهلي ومارسل كولر فيه ناس قد لك مارسل كولر ما عنده سكور فيه ناس كتير قوي بتقع في الفخ هنقول حاجة بس أسوة زحم أنت سهل قوي والله صعب قوي صعب قوي أنك تعمل نطحة صحاب جدا أنه ما بتبنيش في يوم وليلة سهل قوي أنك تبني كوخ هو الراجل يشتغل بمراحل معينة اشتغل ستيب باي ستيب إحنا اللي إحنا شايفينه أن الراجل يشتغل بأسلوب أقصر من رائع اللي شايف كولر من أول لما جه وأنا أحد الناس اللي يعني بشهد له بدا الراجل عنده ثبات فعالي عارف إمكانات لعب له طور لعبته في الأداء الفردي والجماعي وضواضح على محمد هاني وعلى حمد فاتحه وعلى مروان عطية استفادة المحاضرات اللي بيديها للعيبة من الخطأ اللي حصل للمروان في مبرات المقاولين ما تكررش تاني بقى هو رمان تلميزان اللي بتحصي بتعمل الربط أداءه لمحمد عبد المنعيم وأداءه كلامه للشناه وأداءه كلامه للثقة واللي أنا بقول عليها أنا جبت ياسر إبراهيم من التلاجة جبت من التلاجة على الملعب سوخن سوخن موضوع منتهي أنت بتتكلم في موضوع صعب لفرود أكثر من رائع اللي هو حمزة خابة الراجل لما لعب مع النادي الأهل هنا هدف هدف خمس أهداف أما جيت تكلمت أنه هو خمس الدوري لا استبعدت وقلت إيه ده أول أفريقيا جاب 17 هدف ودخل مرمى ثلاث أهداف وما جيت تكلمت عن النادي الأهلي قلت النادي الأهلي دخل مرمى ثمان أهداف وما جيت شرحت قلت دخل منهم خمس أهداف في جنوب أفريقيا واثنين في مصر وهدف الهلال طيب لو دول ما دخلوش مع الأهداف الاعتبار حجم وقوة واسم منافس الرجاء في مجموعته وحجم وقوة منافس الأهلي في مجموعته بالضبط كده أنت في الوقت ده عملت حاجتين اديه الطعم معين لمنزل لكباير يشتغل به ونفس بأسلوب معين هنا في مصر فأنت كنت متأكد أنه هيلعب معك بنفس الأسلوب هناك الراجل اديك الطعم ده وعمل الروتيشن اللي أنت مش متوقع اللي هو ديانج وحمدي ومروان ولعب بطريقة أربعة خمسة واحد وحسب اتجاه اللعبة يزيد تحت كهرباء اللي هو من ناحية اللي مين يبقى بير ستاو لو من ناحية الشمال يبقى حسين الشحات وخلى الكسافة العددية والاستحواز داخل نص الملعب بالأداء وعمل العكس بدلا ما أنا بحضر بمتولي ومحمد عبد منعم لا أنا بحضر بمحمد عبد منعم وياسر إبراهيم منتومان راجل منتومان ومحمد هاني وعلي معلول زيادة لغاية نص الملعب بس وبستعمل الهجمة المرتدة زي أنتقل من الدفاع للهجوم وستفيد من أي فرصة لعبت في مصر بأنصف الفرص اللجوم لتنين دخل أجوان حمد عبد منعم من الكرة السابتة في الزيادة العددية اللي هو قال له عليها آخر خمس دقائق والكرة بتاعت مع أنه لو بتكلم علامات الشراجاء تحديدا يعني القدرات الهجومية أو الفعالية الهجومية لبنادي الأهلي في مواجهة الرجاء كانت أغلبها من المدفعين أه من عارف يعني أسست الهدف الأول صناعة علي معلول بك شمال من الجيل عبد المعم من التحضير من حسين الشحات أنا بكامع الصناعة والتسجيل تمام اتنين مدفعي بك شمال ومساك الهدف الثاني تسجيل حمد فتحي بأسست الهدف كلام سليم العكس صاحبا ما رحت ملعب المركب الخامس إيه اللي حصل الراجل اللعبك بطريقة هو كان متوقعها مستر كولر لعبك باثنين واحد أربعة ثلاثة أي حد من النقاط أي حد من المحللين كان بيقول أربعة ثلاثة ثلاثة لا الكلام مش مصبوط إنه طبيعي إن أنا هلعب في خمسة وثلاثين يارضة أو الأربعين يارضة من نص الملعب ضغط على النادل أهلي حتى أنا سيزينيتي كان بيزيد في ظهر إسماعيل المقدم ومروان هدهودي وإنت شغال كنت تتلعب اتنين مساكين قدامهم رجيء أهولو كهرباء وسط ثلاثة ونص الملعب بتتلعب بأربعة عبدالإله المقدم ونحية الشمال محمود بن تايك ومحمد زريدة أقوى لعيب في فرقة الرجاء وسترايكر صريح وإنسايد ليفت لعبت بيه نوفال الزهيري ولعبت بحمزة خابة ولعبت بيوسف بازوك سبت أطراف الأهلي وامتلكت زمام منه وسلعب بالتلاتة اللي بيضموا على مروان خلاص هتشتغل إزاي الكلمة دي والله يا سيد أحمد أنا قلتها هنا مع كابتن هين رمزي لو استعمل الطويل الأهلي الكسبان وفعلا هو قالها في المحاضرة بيقول وهو بعد المؤتمر الصحفي أنا لعبتي وصلت أنها تلعب الطويل سهلت المؤمورة على عابة النادل آهلي خلاص أنت عايز حاجة معينة أما بعمل الكونتر أتاك بشتغل بحسين لو عملت هاجم مبرتدة بشتغل بتاو بشتغل بالكهرباء المدة زمانية معينة لإرهاق خط الظهر عشان المعدل البدني لفرقة الرجاء يقل زي ما قال لي هنا في مصر ونزل محمد شريف ودور على واحد يشتغل للحتة دي اشتغل على عبدالقادر اللي هو انتهى منه حسين الشحات واشتغل بطهر بقطه اللي انتهى منه تاو مجموعة حاجات الراجل هو اللي كان بيتحكم فيها طيب كل ده في إطار رأيتك لقدرات كولر في التعامل مع الموجات الصعبة أنا عايز أروح للعيبة شوية وهنا وقبل ما أروح لمطش السوبر يعني طبعاً أتكلم معك على مطش السوبر كتير لكن عايز أعرف رأيك في فكرة الضغوط الزهنية الأهلي هيخود أو في خلال فترة أسبوعين أو تلاتة خلال فترة عشرين يوم بالزبط الأهلي بيخود تلات مواجهات متقسمين على خمس مباريات نوكاوتس خدنا مبارتين في مواجهة الرجاء ماشي وهناخد مباراة مواجهة بيرميد ثم مبارتين رايح جاية تراجد تونسي هنا النوكاوتس بتختلف طبعاً عنه لما تلعب في دور مجموعات أو لما تلعب في بطولة الدوري فكرة أنك أنت كلهم العرد التقيل طبعاً يعني الرجاء كانوا واحد من الفرقة المرشحة أنها تصل لإنهاء البطولة التراجي فريق ليه اعتباره ليه قدراته فريق عن شخصة البطل وبيراميد أعتقد أنه يمكن يكون أفضل فريق في مصر بعد النادي الأهلي لو كلمنا كورة يعني وصل معنا نهائي كاس مركزه في الدوري مريب شوية من المنافسة فبالتالي أنت عندك خمس مواجهات صعبة في خلال فترة أشعرينة جداً وكلهم نوكاوتس الضغط الزهني ده يعني التعامل معه إزاي واللعيبة تتفكر فيه إزاي لأنه الناس ما بتحسبش ده الناس بتشوف الموضوع بدنياً بس وتكتيكياً بس لكن لا إزاي بصوص نعم نعم روحاً في مجموعات بتتقال بطريقة مختلفة في موضوع ملفات بتتقال بطلط طرق طريقة الأولى كلام المدير الفني ومدير الكرة للعيبة خبرات اللعيبة وكبار الفرقة اللي موجودين رقم اتنين تلاتة إيجابية الأداء بتاعت اللعيبة نمر واحد هو يتكلم معهم أنك أنت كنت بحتاج تحضر نفسك وتصحح وضعك من مباراة الرجاء رايح جاي حققت جزء مظبوط أنت خلال الخمس تيام ولا الاربع تيام من رجعك من مباراة الرجاء أنت عندك نهائي من فصل واحد وصفرة واحدة بطولة هتحسم في خمس تيام منها المكسب بيجيب مكسب إن شاء الله زي ما بيقولوا والبكرة بتكر زي ما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب إن شاء الله هتلاقي نفسك بتفكر في الصعود لمرحلة من فصل واحد من نوجة نظري على مشهدين المشهد الأولاني فرادس والمشهد تاني في القاهرة تجهيزك لده هو إمكانيات واستعاب لعيبتك هم بشخصيتهم بشخصية المدير الفني والحديث ما بينهم وجهات النظر أنا عايز أعمل لنفسي اسم كاكولر واللعيبة عايز أتتوج نفسها لعدد المهرجانات اللي موجودة من كم البطولات للمعرض اللي موجودة للنادل هتيجي تحسبها في لعيبة جوة الفرقة خلال شهرين خدوا بطلطية سوبر وكاس سوبر وكاس اللي فات وفي لعيبة ونفسي بالزبط كده هنرجع لللي كان بيعملوا منول جزيه هنرجع لللي عاملوا فيلر أو لما جيه إن أنا بحقق تارجت معين لعدد مكاسب وبدون استقبال مرماية أي أهداف وأي خسرة بالنسبة لي طيب تعالى وأنا بقى عايز أكلامك على المطش ده تحديدا وعلى مقدمته طبعا شفتها إزاي بس خلاني نستعرد تاريخ الأهلي الأول في مواجهات سوبر المطري الأهلي طبعا عميد الأندية المصرية في تحقيق اللقب زي ما هو عميد الأندية المصرية في كل الألقاب المحلية دوري ماشي كاس ماشي دوري قاهرة ماشي يعني كل البطولات الحقيقة الأهلي مسيطر عليها بشكل دي نشوف تاريخ الأهلي في مواجهات سوبر مع حضراتكم أكتر مدربي الأهلي تتويجا باللقب هو طبعا الأسورة البرتوغالية منويل جزيه برصيد أربع ألقاب سوبر ثم في المركز الثاني كابتن حسام البدري برصيد ثلاث بطولات ثم ريني فييلر السويسلي طبعا بطولة كابتن عبدالعزيز عبدالشافي بطولة مارسل كولر طبعا لسه محاقة بطولة على حساب الزمالك المصري في الإمارات وتوتل الألقاب أو إجمالي عدد الألقاب 12 لقب وعدد الوصول للنهائي السوبر 17 مرات يعني الأهلي توق بـ 12 نسخة من أصل 17 الشارك فيهم الأكتر تحقيقا لنظافة الشباك في مطسط السوبر كان محمد الشناوي كلينشيت مرتين فيه خمس مباريات أكبر فوز الأهلي فيه السوبر 3-2 على الزمالك وحققها مرتين أهداف الأهلي فيه السوبر 20 هدف واستقبلت شباكه 12 هدف عدد مرات الفوز 9 التعادل 5 والهزيمة 2 وبالمناسبة الإمارات أو نسخة السوبر المصري في الإمارات الأهلي شارك فيها خمس مرات فاز في 3 على ملعب هزاع بن زايد وخسر مرتين بس المرتين اللي خسرهم كانوا ببركات الترجيح سوبر مصري الجديد قبل ما أروح له أتكلم في كورتو وإزاي المواجهة بين الأهلي وبيراميدز إزاي شفت اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول وإزاي قريت انسحاب نادي الزمالك من المواجهة أفضل حاجة عملها النادي الأهلي إنه عزل نفسه عن كل اللي بيتقال ولا تصريح ولا كولر ولا مجد صدارة ولا كابتن سيد حد تتكلم عن الموضوع ده إحنا سفرنا في معادنا تواجدنا في الإمارات إحنا منتظرين اللي جاي جاي أيا كان أيا كان الاسم اللي هيلعب مع النادي الأهلي النادي الأهلي يمركز عشان يحقق بطولة عارف لعيبته مستحوز على حاجة معينة بيفكر بأسلوب راقي بيفكر بالاحترافية إن أنا ما خشش للسوشيال ميديا إذا كان السوشيال ميديا كله أحنا معاتي اللي فهم بيقرأ إلي بيكتب وبيان وغيره واثنين وثلاثة والإنسحاب النادي الأهلي ما شافش غير إن أنا رايح في معادي احترمت البلد اللي أنا رايحها احترمت الاستادة اللي أنا هلعب فيه احترمت الجماهير اللي موجودة احترمت الجماهير اللي موجودة في الإمارات أنا متواجد اتمرنت جاهز ليوم الجمعة الساعة عشرة في ملعب محمد بن زيد واحترمت فرصة تحقيق لقبل النادي بتاعي خلاص أنت مش هتفكر في أي حاجة اخر حاجة واحدة بس أنا أي أمور حولي مش بفكر فيها أنا راجل عندي إمكانية اسم كيان كبير بيعرف يعني إيه ويطبخ يعني إيه الاحتراف سفرت وسبت الأقويل والمهاطرات والكلمات والضغاء والأحقاد تستمر زي ما هي عايزة وأنا مكمل زي ما أنا أنا بحب بحب مطشات الأهلي وبيرامد يعني بقى لنا كذا سيزن كده بحب إن جمهور أهلي أغلبه بيستنى المطشة الأهلي وبيرامد لكن كان نفسي بصراحة نلعب مع الزمانك لها طعم تاني ولها شكل تاني بس فيه من ضمن الحاجات لا وفي التوقيت ده لا وفي التوقيت ده كنت هترد عمليا بشكل تاني على السنة كتير جدا يمكن 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 وانسحبت جات لك من عند ربنا اللي انسحب ووفر عليك إنك تروح تخسر حاجة تاني بس في الحسابات والتركيز اللي كورر محوط به هو كابت صادح فيز على لعبته إنها لو رجعت بالذاكرة في أوروبا حصلت سنة 88 إن جه ضيفت بعث له دعوة منتخب هولندا كان بلعبه على التحدي للسوفيتي وكسب وهو ملوش نصيب إنه يبقى متواجد في البطولة من أصل هحطته في حساباتي ساعة ما تعرفنا كل العالم كله ومصر بالأخص عرفت يعني إيه ردخلية ويعني إيه فان باستنا ما كسبوا تحدي للسوفيتي في وجود ده سايف 2-0 اتعادت الكرة بنفس المواصفات بدعوة رغم أننا مش محقق مع فرقة الدنمارك نظبوط في 92 وخذوا البطولة وخذوا البطولة في حساباتي بقى بس بس 88 هولندا بتهيقلي كت مؤهلة لل لا ما تأهلتش ده راحة مكان يغوزلافيا في الوقت ده راحة مكان يغوزلافيا وكسبت 2-0 بالهدف الشهير اللي حطتهم في مصر وقال لك فان باستن الفيرود المرتقب وعمل الهدف اللي عطاير في ده سايف الحادث العملاق لتحذف يدي قبل ما تبقى منتخب روسيا كل ده كويس بس احنا بنفهم الدروس كويس قوي وبنتعلم من المواقف والخطأ ما بيتكررش كولر بيمحي السلبيات ويشتغل على الإيجابيات الإيجابيات بتاعتناد الأهلي زادت قوي وعدب السلبيات قل قوي كمال لله سبحانه وتعالى بس الراجل شغال عنده حاجتين لا لسه وإحنا كمال مستنين عنده أكتر آه يعني يعني خلينا نتفق إنه قال مشوار ناجح شانا لسه بقول لحضرتك أنا أقدر أبني كوخ بس ما أقدرش أبني نضحة السحاب في يوم واحدة واحدة اشتغلت بأسلوب نطحات السحاب اللي شغال عندي الشناوي ياسر عبد المنعم هاني معلول والقادمون من الخلف والقاومون على الأرض حسين الشحات وقالو ديانج وكهربا ومروانة عطية بص وبرس التاوي الحمد فتح وحامد احنا بنتكلم على كل واحد فيهم بيقوم بدور انت ممكن تقول هو أن الأهلي مهاجمش ليه طب الأول بس قبل ما ادخل في طريقة اللعبة تمام والطريقة لأنه خد بالك برضو بيرمز لسه شالم الأهلي في كاس مصر فطبعا يعني في فيه هستري فيه تاريخ بس عايزة عارف الأول الزمالك أصعب ولا بيرمز أصعب من وجهة نظرك في التوقيت ده كورة بيرمز بيرمز أصعب يعني المباراة دي فنيا أصعب من مطش الزمالك الزمالك كان أسهل بالنسبة للأهلي الزمالك عشان النادي الأهلي تملي بيبقى فيه مشحنات وفيه مشادة وتبقى أنت قلقان والمطش دي خارجة بره التوقعات مين اللي بيبقى الآن مش إحنا لا مش بكلم مع نادي الأهلي بقولك أحنا بتكلم عام نادي الأهلي ما بيقلقش نادي الأهلي بيتعامل مع المباراة كل مباراة بشكلها وكل ملف على طريق بصها المطشين الوحيدين اللي لقت منهم يعني كنت أعمل حسابهم وشيء لهمهم هو مطش الوداد في فاينال أفريقيا السنة اللي فاتت لأن كنت حسس أنه الأهلي اتعرض ل خليني أقول كمين مش أقول حاجة يعني كمين كده يعني مش على البال ولا على الخطر ومطش الريال مدريد في بطولة كهس علامة دي دول المطشين اللي أنا كنت أعاد قبل منهم الآن كنت خايف رغم مجرات المباراة مشت على هواك في مطش الريال مدريد طبعا طبعا مطش الريال مدريد إحنا لو معنا شوية توفيق وشوية تركيز إحنا نروحت في حتة تانية نروحت في حتة تانية خالص النهاردة الأهلي ما بيلعب اتعودت خلاص يعني خد بالك ده ما بيجيش كده عشان أنا بحب الأهلي أنا شفت الأهلي وشفت الفرقة دي بتلعب فرقة تقيلة جدا والهلال وبالمرس ومونتري وباير ميونيك حتى اللي خسرنا منه 2-0 وسياتر وتكسب وبتقدي العالم كله بيشيد فبالتالي مش هغاف من مباراة مهما كان حجمها ومهما كان اسم المنافس فيها هقول لك الحاجة يا صاح اللي أنت كلمت على ما تشترى للمجرم بالذات واحتلم حاجة حاجة تانية واحتلم كل خصوم النادي الأهلي اه طبعا ما اختلفناش انا روحي وادائي وفكري ان انا بحقق وبضيف للكم من المعرض من البطولات ده ما اختلفناش عليه بس انت ما حدرتك بتكلم على ماتش ريال مدريد بالذات ماتش ريال مدريد نسبة الأخطاء اللي كانت موجودة هي فجوات بسيسة الراجل عالجها على المستوى دلوقتي من ساعة كاس العالم الأندية اتعالجت اي بتقول التوفيق بتاعها لو كمل صحيح بقى دلوقتي بيشتغل انصف فرص اول اخطاء انت ممكن جدا يعني بخطأ سيزج انت كنت بتاع بخمسة واربعين ديال مع الريال ند الند والكرة الاولانية اللي احرزوا منها هدف كرة ما بين عبد المنع وكرة بين متولي متولي ومحمد هاني متولي ودياني لا ده هي الخط نفسه هو عمر الشغل اللي ما بين البكريت والسردبات متولي وهاني اللي هو الفجوة اللي قدامهم يعتبر قاله ديانج انا بكام على الميس باصل اللي عمل هجم الرجوع رجوع كرة من ديانج ديانج بدماله متولي اه دي من دلوقتي الحاجات اللي رجل عالجها معادة ذلك انت كتحس ان المورال الاهلي يشرف اه انت لو لو رحت بكرة افشة لو رحت بكرة والاهلي قادر يعني فكرة انك انت كمشجع تبقى حاسس انه وانت عادت فجع لفرقتك بتاعمة ريال مدريد انه يا جماعة احنا بنلعب جيم كبير قدام ريال مدريد يا جماعة على فكرة احنا جدا 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 ممكن نقدر الاحساس ده لما يوصل للمشجع او اللي اغلب المشجعين لا انت عندك فرق واقف على جلها وبتلعب كورت هو ده اللي انا عايزه بقى من لعبة الناد الاهلي من مكاني هنا في قناة الناد الاهلي حط الناس كلها زي ريال مدريد حط الناس كلها بالامكانات اللي انت مركز عليها ايا كان الاسم صغير او كبير صغير هيحترمك بعد ما تخلص عليه من شوط الاولاد كبير برضو هتعمله بنفس احترامك ليه وبتقدم اداء وقع انك تخلص المبارة بدري اي احترام الراجل والعبة الناد الاهلي لايا كان اسم الخصب ده شيء كويس جدا واجبارك ليه انه يحترمك بادائك في الملعب انك تجيب جنو اتنين طيب خليني اسأل معاك او اشوف معاك غيابات الاهلي هل هي مؤسرة وخصوصا الغيابات الدفاعية بما انك طبعا مدافع نجم خط ظهر النادي الاهلي خليني اسألك ايه هو المأذق اللي بيواجهه مارسل كولر دفاعيا بس خليني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمر الحديد مش احنا بس يعني الفرقتين يمكن يعني مش الاهلي بس يعني اللي بيعاني من غيابات لكن حتى بيرامس كمان بيعاني من غيابات بعض العناصر اللي تقدر طول عليها اساسية يعني الاهلي عنده قائمة غيابات طويلة عن المباراة واهمهم يمكن في ناحية دفاعية اكتر يعني مهاجمين اعتقد كلهم جاهزين مفيش مشكلة كهرباء برسيتاو حسين الشحات عبدالقادر طاهر شريف كلهم جاهزين لكن نص الملعب التاني فيه عندك بقى طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاول عن محمد دوي كريستو برضو عمر السولية رمي ربيعة فبالتالي فيه غيابات ناحية تانية اعتقد اسامة جلال عبدالله السعيد علي جبر وكلهم برضو عناصر اساسية فشايف الغيابات مؤثرة في اي طرف عن التاني بص يمكن انا قلت لك سيد احمد قبل كده وفرت ما بحبش اقول الكلمة دي برضو تاني وبقرارها في كل برنامج ما بحبش اقول وفرت بودلاء وفرت كم لعابة النادي الاهلي او وفرت وعناصر النادي الاهلي موفرة الرجل الموضوع ده يعني مثلا هنتكلم مثلا في حتة القلب لو هو الرجل عايز تطمن على ياسر ابراهيم عشان مباراة الترجي الترجي عنده حلوة هو في حساباته مطش الترجي برضو اقمن وليس اقول لك انت بتفكر في هنا وعينك على الملف التاني بتفكر في حاجتين انت جربت ومش قلقان منها جربت ابليك في مباراة الزمالك دي تخلد عبدالفتاح لو انت لعبت فخر لقاي خلد عفتاح عنده الميزة دي السرعات والتحكم والالتحام والمانتو مال فكرت بالتحضير انك تبقى بتنقل الهاجمة بالسليم عندك متولي مع وجود كافرينج موجود من حمدي فتحي او من مروان لو فكرت في حاجة ان دول مش متواجدين سهل اقو لعب خلد عفتاح بكرات ودخل محمد هانيجو لعبها قبل كده كتير الرجل في الماتش اللي فات اما ياسر اتعور حتى حمدي فتحي في المكاه حتى حمدي في المحكات ده وقم نزل طهر في نص الملع لغاية ما يغير خلد عفتاح عنده من الحلول عكس الجهة التانية نضيف عقدة انه كيرامدس في الماتش ده هيكون خطير يعني فرقة مش باقي على حاجة فرقة خسرانة الكاس والده من قلي تلعت من الكونفدرالية برضو فكرت انه يعني مفيش لقب بعد كل التعب ده والسنين دي والاسماء دي والصرف ده ده اللي نحط في حساباتي اننا مدخلوش الجيم من اوسع ابوابه خلي الباب مقفول ولا حتى يبقى فيه بصص نور من الباب ده ان انا اكون ايجابي قوي وانهي المباراة ليه ماتش اتنين واحد بتاع الكاس خلص خلاص هو خرج من الكونفدرالية ومعدين دي تاني مواجهة بين باتشيكو ومارسل كولر ليها برضو اعتبارها يعني بعد مواجهة الكاس دي التانية الكاس اتنين واحد ودي التانية هو الراجل كانت جينيس بس وانا شغال هو باتشيكو انا مش باقي على حاجة فهلعب بقر يحية لا ازاي كابتن عمر ده اللي داخل جوه الناس ده هو ممكن يبقى مهزوز جدا جدا لانه خرجه من الكونفدرالية وخرجه من الكاس وخرجه من السوبر ان شاء الله لا يعني اعتقد بيبقى كارت كمان محروق يعني ممكن يفكر بقى فكرة انت عارف هم بيغيرهم صرعة تبديل فبالتالي هو عليه ضغط كبير جدا باتشيكو في المطش ده هو طبيعي كمدير فني ممكن في حساباته انه عارف ان التدوير جوه الجهاز الفني داخل نادي بيرمتز بيبقى باستمرار على طول هتلاقي باستمرار هو بضخ الثقة اللي عبته ان انا مش فارق معايا ولعبوا بارياحية انا مش عايز كتبوا مضغوطين ولعبوا 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 مع انه هو من جوه بيبص بحاجتين اأمل بدرجة 90% ناكسة اي ولو خسرت انا ما كنتش عامل حساباتي ما كنتش حاضط في حساباتي اننا سافر في أي وقت سوبر انت جايبني من الدر المنوار رجعت من جنوب افريقيا في عدد ساعات كتيرة وارهاق للعيبة وفاجأة قلتلي يلا هلعب في ظل انك طلع منك تصريح لأحد اللعيبة اللي موجودين على أحد القنوات قالك ده مش هيطلع ومش هيسافر وابتدت الدفع تروح اللي طلعي الجيش وفاجأة قالك لا ده برمت زالك انا موافق ملعوبة ملعوبة خلاص اتعلمنا بص بص اقوى واحد اتعلمنا منه الحرب النفسية موسيماني كان احسن واحد يتعامل مع كولر ده انا ما عنديش الملك ان انا عندي امكانيات لعيبة بامكانيات لعبة من الاهلي انا هحاول انظم صفوفي واشتغل بسان داونز على امكانيات الجبارة الاسد افريقيا خلاص بقى كلام ده يتقل فرقة صغيرة فرقة ما عنداش خبرات فرقة ما عنداش امكانيات وعنداش اسماء زي اللي موجودة في لعبة النادل الاهلي طب نرس طريقة التفكير والتشكيل في الفرقتين نرس ابتدي ببيرامتز كده متعقع بيرامتز زواجة الاهلي بتشكيل عاملة زي وطريقة لعبة عاملة زي بص هو تملي بيبدأ باربعة اتنين تلاتة واحد اللي اربعة بتوعه يعني هيبقى الشيبي وهيبقى احمد سامي اي وبقاله فترة بقاله موتشين بيدخل احمد فتحي مساك وبيلعب ما عندوش بقى ما انت قسامة جلال وعليك عبر بره الحسابات ومعاك ناحية الليفت محمد حمدي في ظل انه كان في وقت ملاقوات بيستعمل احمد توفيق في الحاجات دي اي وبيلعب كمساك كمساك اه في الوقت ده ومقال توفيق برضه عندوهم في عصف اه طبعا طبعا بصراحة بتتكلم في بضرعب مساك اقدر تقدر تشكلني في كذا مكان اي عندك توري توري في نص الملعب كارتي وليد كارتي وحمد توفيق وحمد توفيق احمد سابت عمل الربط ما بين الولاي وتوري بالزيادات بالاختلاف مع وليد كارتي توري و كارتي الاتنين مهم جدا توقفهم لانه اربعة الاتنين دول قلب فيرامة زنابط بصراحة يعني تلاتة واحد انت الوقت خدت واحد لا انت الوقت اربعة تلاتة اربعة تلاتة اه عايز تلاتة كمان تلاتة كمان هتلاقي نفسك بتشتغل برمضان تمام الاختلاف من قدام بقى مصطفى فتحي ناحية اليمين اختلافك في العمق بقى هل هو فخر اللقاي او فخر الدم من يوسف هو بقى له فترة فخر اللقاي السرعات وانا مغمض وانا مغمض كده كولر خلد عبدالفتاح خلد عبدالفتاح يلعب على اللقاي خلاص بقى انت بتتكلم في واحد عنده سرعات وعنده قوة في الحتة الدفاعية وعنده التمركز كويس عايز تحضر يبقى متولي بس بس برضو يعني انا على فكرة معجب جدا بخلد عبدالفتاح وشايف انه مبشر جدا في اللي جاي يعني لكن مظلوش مطش زي ده مطش الطولة اجيبه كده يا سوز احمد فتح من سموحة مطش الزمالك مطش الزمالك ده بس مطش الاهلي وبرمتز اصعب من الاهلي والزمالك ماشي وده اول اختبار لي عشان يعرف الناس ويقدم اوراق اعتماده هو خلاص اتعود تخيل ان الرجل يلعبه في مباراة مصر مع الرجاء هافليفت عشان يقلل الضغط على علم علول لعبه قدام علي عشان يقلل الضغط ما انت برضو هتفكر في ده ان مصطفى فتحي لازم يميل عليه حد على علم علول هيميل عليه مين حمد فتح حمد عنده مصطفى فتحي على هاني لا بيلعب عند علي عشان يشتغل من جوه على المرمى بيلعب inside right inside right رمضان هو اللي عنده بالزبط رمضان ما يعرفش يجي نحيه تليمين ملعب لف معيش ما يعرفش يجي نحيه تليمين عشان رمضان بيحب يشتغل من على inside left بالدخول في العمق تحت الفراودة اللي هي موجودة في فرقة بيريز مصطفى بيشتغل نحي تليمين وبيستعمل صرعاته والشي بتملي بيغزيه على الخط مصطفى ما بيستعمل بيستعمل الدخول له جوه اللي هي عكس علي معلول الأشوال يلعب يمين بالزبط كم بالزبط كم بالزبط زي ما انت بتشتغل بيرسته نحي تليمين تشتغل بحسن الشحة حتى حشمال مصطفى فتحي ورمضان صبحي فقر لكاتي معهم عبد المنعم وخلد عبد الفتاح تمام وهاني ومعلوم تمام احنا بقى خد نخط الظهر خلاص نص ملعبك بقى هتلعب 4-3-3 نفس الطوية لعبنا بيها ولا هترجع 4-3 هتلعب 4-1-4-1 كل 14 دايب يغير بقى نبقى لي مسمين من قائم مسمين نفس الأهل يلعب 4-1-4-1 هو بيشتغل بمروان الربط ما بين خط الظهر ونص ملعب هيحط قدامه أربعة الاربعة بقى بالاختلاف بقى تاو وبتتكلم في حسين وبتتكلم تاو يمين وحسين شمال ها ما يشوف القلب وارد وارد تأم غير وتأم دي عبد القادر وحسين تحته حسين اللي يبقى من جوه الاتنين يبقوا مع بعض في الملعب ها المشكلة يبقى يبقى تاو مين الواحد عبد القادر مين الواحد اللي قلت مروان مروان قدامه تاو وعبد القادر وحسين ومين هنا الاختيار بقى ها حمدي حمدي طبعا ما فاش كلام ها ولا ديانج الا اربعة لا 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 الا اربعة هم انت حضرتهم ديانج لما بتخلصوا من الشرط الاولاني من الدفع لا من ناحية الدفعية شوية وبتديله انه يزيد على فكرة ديانج امكانات الهجمية كويسة كده انت ما شفتش ده الا بعد غيار عمرو السورية في المبارات الرجاء اما اشتغل ناحية المين بالربطنا بين ديانج وهاي انا عارف هو بيزيد كويس او تحت الفيرو هو بوكس تو بوكس نهاية انت هو هترجع على الاربعة مروان اللي قدامهم والاربعة اللي قدامك بقى تاو حسين عبد القادر اسف حسين ديانج او حمدي كهربا الاختيار بقى همش يلعب بالتلاتة زي ماتش الرجاء مش يلعب بالتلاتة تاني انا هبقى عندي الكسافة العددية داخل الروتيشن بتاع الجزء العمامي ان انا عندي مروان بيعرف يعمل الرابط كويس قوي تعمل بالنس ما بين اليمين وحمدي او ديانج ممكن يبقى لا حمدي خلاص بقى المهام الهجومية بقت رقم واحد في حسابات كولر حمدي هو المنفذ لامكانيات كولر في الحتة الهجومية اكتر من او ديانج ومن عمر السلعي طيب هاجل احمد سامي و احمد فتح شايف الاول مين ممكن مين اللي هيسجل اهداف الاهل ان شاء الله في المنطقة على مستوى الشخصي كهربا كهربا اه لازم كهربا يعني انا انا عايز كده انت بتقولي تمني انا بقولك كهربا انا قلتها قبل كده كهربا بزكاؤه استعمل حاجتين في حياته استعمل فصل كهربا القديم اللي احنا ما نعرفوش اللي كان قبل كده موجود وجيه كهربا الجديد ابو فولت عالي كهربا اللي مضي باستمرار كهربا اللي لعب 13 مبارات 13 هدف كهربا اللي بيعرف يحب زميله ويحب نفسه ويحب امكانياته الراجل ده وفر على الراجل انك تفكر ويبقى عندك صداع اسمه انا بفكر في الاسترايكر الصراح اللي من انصف الفرص انا حلتها لك بص يا سوز احمد اللي يجيب جون الاولاني في مبارات الهلال تقول عليه مبدع اه حقيقي ما تقولش اي حاجة تانية اه اه مبدع انا متفق معك التوقيفة ده كلام الكابتن محمود الخطيب الكلام الكبير اللي هي تاخدها من اعلى مستوى او الكابتن حمد نوح وترجع وتفكر وتستقر وتوجه بلونج بس بالاسلوب ده لا ده لعيب كبير وعارف امكانياته وعارف حساسات امكانياته رغم البعد والمسافة الكبيرة انه هو ما كانش موجود ده حساسات الهداف حسيت الموهوب هو عنده الثلاث حاجات فربنا يكرمه زي ما هو ماشي جمهير الناد الاهلي والناس كتير علاقة ما نقولت سبعين وتمانين مليون كل الناس نفسها ان الكهرباء هو حديث السوشال ميديا والشرع المصري يكمل ويرجع لنا بكاس الصبر من الامارات باذن الله تتخيل سيناريو المباراة ازاي يعني اعتقد طبعا انت لعبت احنا كاهلي لعبنا مع بيرمتز بأكتر من سيناريو ايه السيناريو الامسل او الانسب لمطش جمعة وشايف انه يبقى فيه تحفظ من الفرقتين ولا الفرقتين هيبقى عندهم رغبة في الفوز واللاعب جمه في تحمي البداية في حاجتين لو بتشيكوا بلع الطعم اللي كرة سايبه على الهوى اللي هو اضغط على الناد الاهلي زي الرجاء في مصر خلاص انت عايز كده هتضغط على الناد الاهلي من على الاطراف ومن العمق مش هتدي مساحة الناد الاهلي يستحوز بعد عشر دقايق او ربع ساعة بالزبط كولر بيغير طريقة اللعب بافراد داخل الملعب بيخلي فيه توهن للفرقة التانية وفي نفس الوقت الربع ساعة دي بيقرأ اجواء فرقة بيرامدز بتحضر ازاي احمد سامي و احمد فتحي حاجة و احمد سامي و اسامة جلال حاجة و احمد سامي و علي جبر حاجة ايه و اسامة جلال و علي جبر حاجة تانية بالزبط فيه فرق بين التجانس ان انا بنلعب مع بعض والاقلمة ان انا المان فيه فرق بين مان بيمسك كمساك عشان الوراية يحضر براحته و دي بنشوفها في عبد المنعم و ياسر و محمد و خلد عبد الفتاح لو الاتنين بيحضروا امكانتهم هي هي مع اختلاف فرق السرعات محمد عبد المنعم و محمود متولي هنا مثلا عند محمد عبد المنعم عنده الاكتف سريع شوية فيه بطء بسيط قوي عند محمود متولي يمكن لبعد المتشاط مع الاستمرارية كل ده بيجي مع اللعب ايه انت بتقيس ده هتبص على مفاتيح لعب برامدز الجزء الهجومي اللي بعده نص الملعب او لما يقابل مرواه هل هو في رمضان واعتقد ان محمد هاني عنده من البال ما يكفي لا لا من جونيور و فينسيوس والناس دي عارف و بيعمل ايه في نفس الوقت عالم علول عارف المهام اللي توفر عليه كل عشر ده اعمل هجمة عن تريه بالربط معه حسين الشحات واعتقد كان ايجابي في مبارات الرجاء الوحيدة اللي عمل فعل اسست حسين و حضرها احرز منها محمد عم بنعم الهدف مين تعمله حساب في فريق بيرامدز مين تخاف منه براهيم براهيم عادل انا قلت ابلي كده مع حضرتك شاب جريء شاب جريء لعيب جريء مش بيخاف رغم صغر سنه اه فيه في لعيب تلكورة اسست حمد نوعين من لعيبها لعيب على المراحل بيقدم اوريه اعتماده ولعيب شخصيته من الاول بتفرد سيطرتها في الملعب هو من النوعية دي من نوعية حسين الشحات من نوعية مروان انك لو اديتني انا مكلف و انا عرف اقدي كويس اوي فهو المان في الحتة دي تفرق لو هو لعيب تحت تحت الفرودة اعتقد ان المروان هيعرف فيه اوف دي كويس اوي لو لعيب فرود صريح بتشيك ووفر علي و لعيبته المان من البداية يا اما خده محمد عبد المنعن يا اما خده خرد عبد الفتاح لو موجود لو هو فرود صريح و لعيب على حسابه فاخر لقاي و لعيب في نص الملعب تحت الفرود فاخر الدين بن يوسف صحيح عشان بيجيد ألعب الهو بس انت بسط كده كل الحاجات العرضية اللي انت كنت بتستعملها لفاخر الدين بن يوسف الاطوال كلها اضبعد اذا كان مصطفى مع علي ولا هاني مع رمضان ولا فاخر الدين بن يوسف او فاخر القاي مع عب مني عموم و متولي الاطوال وحدة حتى في وجود وليد الكارتي حتى في وجود احمد سامي حتى في وجود احمد فتحي في الكوار العرضية اللي بتتعمل انت في الوقت دوت المان والتماسك والمراقبة داخل الصندوق الراجل اللي عاملها الأكمل وجه وسلبياتها قلت بنسبة 80% يعني ما عنديش شك إن شاء الله بإذن الله الأهل يقدم أفضل ما عنده وخصوصا أنه أنا نفسي دايما في أي مناسبة بيحضر فيها أي مصريين وأي أهلوية يعني أو كانوا حتى غير أهلوية برى الحدود في أي ملعب يعني من دولة الشقيقة اللي بتستضيف في ماتشات سوبر في مصري أنه الناس دي تفرح وتتبسط وإن شاء الله بإذن الله والمدرجات الوقت من حقنا يعني أعتقد هنا بقى مش هيحصل زي ما حصل في الكاس وإن هناك الدنيا هتبقى منظمة أكتر وأعتقد أنه جماعي النادي الأهلي هتمل الملعب إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة وبإذن الله لما قابلكم في حلقة جديدة من السادسة يوم السابت وحنا بنبدأ الأسبوع اللي جاي ومنستعد المواجهة صعبة جدا قدام التراجي نكون بنحتفل بلقب سوبر جديد إن شاء الله بإذن الله نبارك لبعض قريب زي ما تعودنا دايما هنرجع وإن شاء الله في الحلقة اللي جاي ونقول إن النادي الأهلي قادر يستوعب كل المهاطرات اللي بتحصل دي هو مش شايفها وعارفها وبيعمل إيه والنصر رخمض معدوش مشكلة ولا في دماغنا بالضبط نورت الدنيا كابتر عمي شكرا على وجودك معنا شكرا لكم على المتابعة ودايما على كل خير نتقابل في السادسة التحياتي لكم